جولتنا الصحفية لهذا اليوم خصصناها للأخبار المنوعة والبداية من صحيفة البيان الإماراتية التي نقرأ منها كائنات غريبة تهاجم التلاميذ على شواطأ أستراليا قالت السلطات المعنية في أستراليا إنه ربما كان هناك خطر يهدد السائحين على الشواطأ الأسترالية إذ نقل المصعفون تلميذ للمستشفى جراء إصابته بنزيف حاد في ساقيه أثناء استحمامه في البحر وعثر الباحثون لدى الفتى الأسترالي على عدد من الجروح الصغيرة بحجم الإبرة ناجمة عن تعرضه للعض من قبل كائنات صغيرة يرجح أنها تكون قمن البحر إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية مشاهدين التي نطالع منها دب يهاجم حارسا في حديقة ويصيبه بجروح خطيرة جاء في تفاصيل الخبر هاجم دب حارسا وأصابه بجروح خطيرة في حديقة حيوان تضم حيوانات مفترسة بوسط السويد حدث الهجوم بينما كان الحارس ينظف حضيرة الدبابة في الحديقة غير أنه لم يتضح كيف دخل الدب إلى الحضيرة المسيجة واخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية رجال إتفاء يشعلون الحرائق في إيطاليا ببضى على خمسة عشر متطوعة من أفراد الإتفاء في إيطاليا للاشتباه بافتعالهم حرائق في جزيرة سقلية للحصول على مكافآت مالية عند إتفائها ويتهم هؤلاء الأشخاص بالتزوير لأنهم حصلوا على مكافآت مالية من الدولة عند طلب السلطات لهم إخماد الحرائق وصحيفة الرياضة السعودية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم أبل تستعد لطرح مسلسلها الثاني بعد تجربتها الأولى في عالم المسلسلات تطلق شركة أبل الأمريكية العملاقة ثاني مسلسلاتها في الثامن من الشهر الجاري ويعتمد المسلسل الجديد على فكرة البرنامج الحواري الشهير على شبكة سي بي أس The Late Late Show with James Carden الذي يغني فيه الضيوف أثناء قيادة السيارة مع مقدم البرنامج ختام مشاهدين من صحيفة الخليج الإماراتية وعمالقة صينيون عمرهم خمسة آلاف سنة عثر علماء أثار في الصين على هيكل عظمية بشرية يتراوح طولها بين متر وثمانين سنتيمترا إلى متر وتسعين سنتيمترا في موقع مدينة أزدهرت قبل خمسة آلاف سنة